مصرع شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية في العاصمة الأفغانية كابولة شرطة العاصمة أفدت بأن الحادث وقع عند حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي بعد تفجير قنبلة اللاصقة تم تثبيتها على سيارة من طراز لاند كروزر وزارة الداخلية الأفغانية كانت قد أعلنت السبت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق عدد من الصواريخ على مناطق مختلفة في العاصمة وما تزال أعمال العنف تشجح أفغانستان بالرغم من المحادثات الجارية بين الحكومة وحركة طالبان منذ الثاني عشر من شتنبر الماضي